السلام عليكم مباشرة نبدو المقدمات أصدقاء الأحباء هل تأملتم يوما أن تلك القطعة الصغيرة من الحلوة قد تكون فخا كيميائيا يهدد استقرار أجسادكم؟ اليوم سنغوص في أعماق حقيقة صادمة يجهلها الكثيرون فمرض السكر ليس مجرد ارتفاع في الأرقام بل هو حال التسمم ناتج عن تراكمات غذائية خاطئة استمرت لسنوات طويلة الله سبحانه وتعالى خلق في داخلنا هرمون عبقري يسمى الإنسولين وهو بمثابة المفتاح الذهبي لكل خلية وظيفته الأساسية هي نقل السكر من مجرى الدم إلى داخل الخلايا لتوليد الطاقة الحيوية لكن حين نرهق هذا الهرمون بضخ السكريات المستمر يبدأ بالتعب وتفقد الخلايا استجابتها له وهذا يؤدي لبقاء السكر عالقا في الدم ويسبب كوارث صحية تصوروا أن كل خلية في أجسامكم هي مفاعل حيوي يحتاج للوقود ليعمل عندما يتناول إنسان نشويات بكثرة يطرق الإنسولين أبواب هذه المفاعلات بعنف لإدخال السكر ولكن حين تكتفي الخلايا وتمتلئ طاقتها تضطر لإغلاق الأبواب تماما لحماية نفسها من الانفجار الطاقي وهنا يبدأ السكر بالارتفاع بالدم لأنه لم يجد مكانا يستقبله في الداخل عندما تفيض الطاقة عن حاجة الخلايا يلجأ الجسم لخطة بديلة وهي تخزين السكر في مخازن الكبد بشكل مؤقت ولكن الكبد له سعة محدودة وبمجرد امتلائه يبدأ في تحويل الفائض إلى ذهون ثلاثية خطيرة تخزن حول الأحشاء وفي منطقة البطن ومن هنا تبدأ رحلة زيادة الوزن وظهور الكرش الذي نراه وهو في الحقيقة سكر مخزن بصورة دهون لماذا نجد صعوبة بالغة في التوقف عن أكل السكريات؟ الجواب يكمن في الدوامة التي نعيشها فكلما أكلنا سكريات ارتفع الأنسرين بشدة ليخفضها وهذا يسبب هبوط مفاجئ في السكر يجعل المخ يطلب المزيد من الطاقة مباشرة هذه الحلقة المفرغة تجعلكم تشعرون بالجوع الدائم رغم أن أجسادكم ممتلئة بالدهون المخزنة التي لا يستطيع الجسم الوصول إليها وحرقها ومع استمرار الضغط الغذائي يصل الأنسرين لمرحلة الإنهاك الوظيفي يتعب جداً الأبواب لا تفتح المفاتيح لم تعد تعمل بكفاءة وهذا يعرف بمقاومة الأنسرين بهذه اللحظة الحرجة يبذل البينكرياس مجهود مضاعف للإفراز كميات هائلة من الهرمون بدون أي فائدة حقيقية وهذا يدخل الجسم بحالة من الفوضى الاستقلابية التي تسبب ظهور مرض السكر بشكل صريح وواضح تصوروا أن مخازن الدهون لديكم أيها الأصدقاء وصلت لسعتها القصوة ومصانع الطاقة في الخلايا أعلنت الاكتفاء التام في هذه الحالة يقف الأنسرين عاجز تماماً عن تصريف السكر في أي مكان النتيجة هي بقاء السكر يسبح في الأوعية الدموية بكميات مرعبة لأن كل الأبواب والمخازن في الجسم أصبحت مغلقة تماماً وهذا يجبر الجسم على التعامل مع السكر كمادة غريبة وسامة إن بقاء السكر مرتفعاً في الدم ليس مجرد رقم إنما هو تآكل كيميائي بصمت السكر الزائد يسبب ما يسمى بالكلكزة حيث قلتصيق جزيئات السكر بالبروتينات بجدران الأوعية الدموية وتجعلها صلبة وهشة هذا التسمم يدمر الشعيرات الدموية الدقيقة ويسبب التهابات مزمنة بكل أنسجة الجسم هنا يبدأ الجسم بإرسال إشارات استغاثة واضحة العطش الشديد هو محاولة لتخفيف تركيز السموم والتبول المتكرر ليلاً هو وسيلة الكلا الوحيدة من أجل طرب السكر الفائد والجوع المستمر هو نتيجة عدم وصول السكر للخلايا الجائعة بالرغم من وفرته في الدم هذه الأعراض هي صرخة من أعماق الجسد تخبركم أن النظام الحيوي ينهار ويحتاج لتدخل فوري وحاسم حين تظهر نتائج الفحص السكر الصيامي فوق 125 أو التراكمي فوق 6.5 فهذا أمر خطير جداً التراكمي تحديداً هو ذاكرة السكر لثلاثة أشهر هو يخبرنا بمدى الضرر الذي تعرضت له كريات الدم الحمراء أريدكم أن تدركوا حقيقة مهمة جداً السكر من النوع الثاني هو في جواره مرض نمط حياة وليس مرض مزمن لا يمكن التخلص منه وبما أن عاداتنا الغذائية هي التي إقادتنا لهذا الطريق فإن تغيير هذه العادات يملك القوة لتعطيل مسار المرض تماماً أنتم لستم ضحايا للجينات فقط إنما أنتم السياد القرار وبإمكانكم اليوم اتخاذ الخطوة الأولى نحو التحرر من هذا المرض المكتسب والتخلص منه بإذن الله ببساطة إذا توقفنا عن تزويد الجسم بالوقود السام يعني السكريات سيبدأ النظام بالبحث عن مصادر بديلة عكس اتجاه المرض يعني إجبار الجسم على استهلاك المخازن القديمة بدلاً من إضافة مخازن جديدة هذه العملية تبدأ بتغيير محتويات الطبق وتقليل عدد الوجبات وهذا يسمح لمستويات الإنسولين بالهبوط لأول مرة منذ سنوات لتبدأ رحلة التنظيف العميق لكل خلايا الجسم المصابة الأدوية تعالج الأعراض ولا تعالج السبب الجذري الحبة التي تأخذونها تجبر السكر على الخروج من الدم ولكنها لا تخرجه من الجسم بل تخبئه في أماكن أخرى العلاج الحقيقي والشفاء التام لن يحدث إلا من خلال المطبخ ومن خلال الطبق لماذا أحذركم من إهمال السكر؟ لأن ارتفاعه المستمر يسبب تلف غير قابل للإصلاح بشبكية العين ويدمر الأعصاب الطرفية ويسبب التنميل والآلام وأيضاً الكيلة تنهار تحت ضغط تصفية السكر المستمر السكري يسرق البصر والحركة والوظائف الحيوية ببطء لذلك نحن لا نحارب مجرد رقم بل نحارب من أجل الحفاظ على جودة حياتنا وسلامة أعضائنا في المستقبل طيب ما هي خطة استعادة ضبط المصنع؟ الخطوة الأولى هي تصفير العداد يجب الامتناع التام عن السكر وتقليل المشويات المكررة بأدنى مستوى ممكن عندما تفعلون ذلك يدخل الجسم بحالة تمثيل غذائي بديل حيث يبدأ الكبد بتكسير الدهون المخزنة ويحولها إلى طاقة هذه هي الطريقة العلمية الوحيدة لفتح الأبواب المغلقة واستعادة حساسية الخلايا للإنسولين أما وجبتكم الذكية فالسر يكمن في قاعدة البروتين والدهون الصحية تناولوا اللحوم والأسماك والبيض وزيت الزيتون هذه الأغذية تنحكم شبعا حقيقيا يدوم لساعات دون أن يرتفع سكر الدم الدهون الصحية هي الوقود النظيف الذي لا يحتاج لإنسولين عالي لاحتراقه عندما تعتمدون على هذا النظام أنتم تكسرون حلقة الإدمان السكري وتسمحون لأجسادكم بالتشافي والتعافي من الالتهابات المزمنة التي سببها الغذاء غير الصحي على مدار سنوات وهناك كنوز في مطابقنا تعمل كأدوية طبيعية فالبامية أو البامياء تحتوي على مادة صمغية تبطئ امتصاص السكر والقرفة تعمل تماما كبديل طبيعي للأنسولين في فتح خلايا الجسم أما خل التفاع فهو المعجزة التي تزيد من حساسية الأنسولين بنسبة كبيرة إذا تم تناوله قبل الوجبات هذه الأغذية تساعدكم في تسريع عملية التشافي وتقليل الضغط على البنكرياس المنهك من العادات السابقة ولا تنسوا المشروب الذهبي الذي يجمع القرفة والزنجبيل والكركم مع رشة فلفل أسود لزيادة الامتصاص فهو أقوى مضاد للالتهاب عرفته البشرية كما أن مكملات مثل الكروميوم تساعد في سد الشهية للسكريات وفيتامين دال وفيتامين بي 12 يدعمان الأعصاب والمنعة المشي السريع لمدة 20 دقيقة يحفز ناقلات لغلوكوز في العضلات كي تسحب السكر من الدم مباشرة بدون الحاجة لكميات كبيرة من الأنسولين الرياضة تفتح الأبواب الخلفية للخلايا وتجبر الجسم على حرق الدهون المخزنة أما التوتر والستريس هو العدو الخفي الذي يرفع سكر الدم حتى لو لم تأكلوا شيئا هرمون الكورتزول الذي يفرز الجسم أثناء القلق والتوتر يجبر الكبد على ضخ السكر في الدم مباشرة لذلك ناموا جيدا استعينوا بتمارين التنفس والماغنسيوم لتهديئة الأعصاب تذكروا أن الشفاء رحلة متكاملة تبدأ من الطبق وتنتهي براحة البال أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة ولأبي الحبيب الغالي أبو نوار الدكتور محمود علي بالصحة والعمر المديد شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابة الخضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو بتعم الفائدة والخير عائلتي الجميلة على الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته